مازلنا في هذه التغطية المباشرة أما الآن فنضم إلينا الأستاذ الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية سيدي أهلا بك ونستكمل هذا الحديث ضيفي منذ قليل كان يرى أو يحلل المشهد أنه لا مناص طالما أن الولايات المتحدة تدعم هذا الدعم اللامحدود ولكن دعني أنتقل معك إلى الداخل الإسرائيلي هل تعتقد أن الداخل الإسرائيلي من الممكن أن يحدث تغييرا في سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكم أهلا بكم وعايزين نقول فعلا أن هناك تحركات وفعاليات كثيرة جدا في الشارع الإسرائيل حضرتك كل يوم بنشوف مشاهدات للمظاهرات بتخرج في تل قبيب وفي شوارع القدس وعايز أقول حضرتك أنه من قبل حتى 7 يناير 7 أكتوبر 2023 كان هناك أيضا مظاهرات في شوارع تل قبيب وفي حضائق تل قبيب بتندد بحكومة بن يمين نتانياه وبحكومة حسب الكود المتطرفة الديني أنا أعتقد أن مثل هذه المظاهرات يعني أنا عايز أقول حضرتك نحن غير دلوقتي إسرائيل والجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلاقي المحتاجزين يعني هو أخذ قطع غزة من الشمال إلى جنوب إن كان يبحث عنهم بين قوسين الدكتور سعيد بالضبط وبعدين أنا عايز أقول حضرتك أنه كان فيه هناك استطلاع للرأي في أحد مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية بيقولوا إن 68% من الأراء ومن الصفاعات الرأي 68% بتقول إن حماس هي اللي انتصرت في هذه الحرب لأن حتى الآن لم يحصل الجيش الاحتلال الإسرائيلي على المحتاجزين الرائل الموجودين لدى حماس 4% فقط بهم بس اللي بيقولوا إن إسرائيل نجحت في هذه الحرب والباقي يمتنع عن التصويت وبإذن ممكن تكون هذه المظاهرات يعني قدام المجتمع الدولي وقدام الإعلام العالمي بتقول إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي كل العمليات الحربية اللي بيقوم بها حتى اكتياحه البري لجنوب لبنان لم تأتي بشي مارها لأن حتى الآن المحتاجزين ما طلعوش من عند قماس وإسرائيل حتى الآن لا تعرف أي مكانهم برغم من هدم جميع الأنفاق الموجودة في قطاع غزة وصل حتى معبر بلاد الجي ولكنه حتى الآن لم يحصل على هؤلاء المحتاجزين وبإذن الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنا أعتقد لم يكون في وصف المنتصر في هذه الحرب وأنا أعتقد أن مثل هذه المظاهرات بتدل على عدم تحقيقه للأهداف اللي من أجلها قام بهذه العملية يعني إحنا يوم 8 أكتوبر بعد الحرب بعد ما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر الجيش الاحتلال قام علشان يخرج المحتاجزين من عند حماس حتى الآن لم يخرج المحتاجزين عند حماس يوم إذن هناك خلل في منظومة الجيش الاحتلال نعم إن كانوا يبحث عنهم هم فعلا يعني المحتاجزين وأعتقد والجميع أعتقد أنه اتخذ مقام به حماس ذريعة لكي يقوم بتصفية القضية أو محاولة تصفية القضية دكتور سعيد دعني أعود معك إلى هذه الاتهامات التي تم توجيهها من الأمم المتحدة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب كيف يمكن البناء على هذه الاتهامات كيف يمكن أن يستغل الفلسطيني هذا الزخم الدولي وهذا الاعتراض على ما تقوم بإسرائيل ويمكن البناء على هذا الأمر فعلا زي ما حضرتك بتقول فعلا هي كلمة الزخم الدولي فعلا هو هناك تقرير يوم 30 أكتوبر سوف يعرض على الأمم المتحدة بجميع الاستهاكات التي فعلتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر هذه الانتهاكات تتضمن مقتل أكثر من 41 ألف شهيد مقتل لكثير من الأطفال كثير من سرلي أنا قرأت بعض التقرير في التقرير التي تعرض يوم 30 أكتوبر بيعرض كثير من القصص المأسوية بالنسبة للأطفال وتلقيهم للعلاج بيعرض إزاي انهارت منظومة المنظومة الصحية الموجودة في قطاع غزة بيعرض إزاي دخلوا في الإنروا وقتلوا أكثر من يعني حوالي آه كثير من موظفي الإنروا الموجودين إزاي اكتاح قطاع غزة وضمر جميع البنى التحفية كل البنى التحفية موجودة وبيستنب كمان التقرير للمذكرة التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية اللي بتقول إن هو إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بيقوم بالقضاء على عرق كامل من الفلسطينيين العرق الكامل هو الموضوع مش موضوع إن أنا باهدم مستشفى أو بهدم مدرسة أو بوقت الأسفال ولكن هو يقصد القضاء على العرق الفلسطيني تماما والتهجير القصري للإخوة الفلسطينية ليس فقط في قطاع غزة ولكن عايز أقول حضرتك أن الخطة المتابعة أولا قطاع غزة ثم الضفة الغربية ثم الفلسطيني ثم إنهاء القضية الفلسطينية إذن هذا التقرير قدام المجتمع الدولي فعلا الصورة قدام المجتمع الدولي هناك من يستجيب لما يحدث في قطاع غزة وهناك من يقوم بعرض هذه الصور وهذه المجازر الوحشية التي ليس لها أي مثيل حتى في أيام الحرب العالمية الثانية نحن نستشهد أقوى حروب العالم في الأرض هي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هذا لم يفعله غتلر في الحرب العالمية الثانية دكتور السعيد دعني أنظر معك إلى أو محاولة أن ننظر إلى الجانب الممتلئ من الكوب يعني هل من الممكن أن يؤثر هذا الضغط الدولي هذه الانتهامات الموجهة من الأمم المتحدة هل من الممكن أن تؤثر على جيش الاحتلال الإسرائيلي في إيقاف مثل هذه العمليات العسكرية أما أنه لا مناصب من هذا الأمر بص أنا عايزة أقول لحضرتك حسا شهد بعبارة قالها أنطونيو كوديرش أمين الأمم المتحدة ليه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة قال له كده بالنص في حضرتك قال له الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أصبحت مثل جليسة الأطفال المنهكة نفهم من كده أن هذه التقارير ممكن قدام العالم وقدام المجتمع الدولي بتقول أن هناك مجازر وحشية ولكن إسرائيل لن ترضغ إسرائيل لن ترضغ ولن تعمل خطة اليوم التالي وتوقف هذه الحروب سواء كان في جنوب لبنان إلا بتنفيذ قرار 17-01 وهو القرار الأممي لعودة الجيش اللبناني في جنوب لبنان ولن تتخلى عن قطاع غزة إلا بعد الانتخابات الأمريكية وحلف اليمين في يناير 20-25 وبدأ وضع هدنة ومن ثم بدأ وضع خطة اليوم التالي قال إسرائيل حضرتك لن ولن تستجيب لأي قرارات أممية سواء كانت من مجلس الأمن سواء كانت من الأمم المتحدة حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية بايدن يعني لسه من يومين طالع ليكلم قدام العالم وقدام التلفزيون وقدام المجتمع الدولي بيقول أنا حذرت إسرائيل أن هي ما تحاربش أو تدخل أو يبقى فيها تفاعل معك ويونيفير حفظ السلام اللي موجودة في جنوب لبنان وإسرائيل ضربت بعرض الحائط بكل هذا الكلام نسبة تضرب بعرض الحائط لأي كلام بالنسبة لي بايدن أو خاصة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وضربت بعرض الحائط بهذا الكلام ودخلت على قوات حظ السلام اليونيفين وقتلت منها اتنين في هذا المكان يبقى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإننا نسميه عامل الانتخابات الأمريكية عامل عدم وجود أي إدارة للولايات المتحدة الأمريكية في صنع القرارات سواء إذا كانت الخارجية أو الداخلية بلينكين تعالى نشوف بلينكين وزير الخارجية الأمريكية ما جاءه وزارة المنطقة أكثر من مرة ماذا فعل بلينكين وماذا كانت آليات الضغط بالنسبة لي الجانب منه على الجانب الإسرائيلي لا يوجد أي شيء بالنسبة لي ديارات وزير الخارجية الأمريكية إذن إسرائيل لن تنصع إلى مثل هذه التقارير ولن تنصع إلى أي إرادة أمريكية أو أي قرارات أمريكية ولكن ده نكسب بالنسبة لنا كقضية فلسطينية قدام المجتمع الدولي بنعرض تثبت المجازر والهجوم الوحشي اللي بيحصل منه ديش الاحتلال يعني دكتور سعيد هتحدث عن أن إسرائيل لا تنصع لما يطلب منها من الإدارة الأمريكية إن كان ما يطلب منها في العلن هو ما يطلب منها في الخفاءة دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية أشكرك شكرا جزيلا